حلقة جديدة وفرستين جداد للفوز من حلواني النص التاني سؤال حيظهر في الحلقة وكل المطلوب هو إجابته في التعليقات بعد الاشتراك في قناة فيلم جامد ومتابعة صفحة حلواني النص التاني على فيسبوك وإنستجرام لازم المشاركة تكون من داخل مصر ولازم تحديد المحافظة في التعليق ومع الحلقة التالية ياريت نبص تاني على إجابتنا عشان الفائزين حيتم إبلاغهم برد من القناة على تعليقهم الجيزة عبارة عن صندوق جواة 13 هدية مقدمة من حلواني النص التاني حظ سعيد للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في الحلقة اللي اربعتاشر من المسم الرابع من برنامج رمضان واشياء اللي بنتكلم فيها عن مسلسلات رمضان لعام عشرين عشرين واللي بنقدمه لحضراتكم السنة دي برعاية حلواني النص التاني حلقة النهاردة هي بداية الجولة الرابعة والأخيرة اللي بنعدي فيها على المسلسلات بتاعتنا والجولة التالتة بتاعتنا اللي كان متوقع تبقى خمس حلقات انتهى بيها الامر انها بقيت ثلاث حلقات بس وده لاننا ما عملناش حلقة في الجولة التالتة للمسلسل اللي حنتكلم عنه النهاردة وهو مسلسل بميت وش وكذلك ما عملناش لمسلسل ليالينا اللي حيتم استبعاده كذلك من الجولة الرابعة لاني الصراحة ما كملتوش ومش متشجع ان انا اتفرج عليه والحلقات بتاعته تركمت عليها ولما حاولت اتفرج عليها تاني لقيتني بكل امانة مش قادر مش لانه مسلسل وحش ولكن لانه مش ليا من الاخر ده مسلسل اشبه ما يكون بالسوب اوبرا الاحداث بتاعته الدرامية مبالغ فيها شويتين عدد الحلقات اللي ما بيحصلش فيها حاجة كتير عدد الحوارات المكررة كتير انا مليش في ده بصراحة رغم انه في بعض الحاجات الكويسة زي بعض الاداقات التمثيلية وعلى رأسها تمثيل خالد الصوي بس دينا كده خلصنا مسلسل ليلينا مش نتكلم عنه تاني بقى خلاص المناقشة بتاعتنا النهاردة هتبقى محملة بقدر كبير جدا من الحرق وحنتكلم فيها عن نهاية مسلسل بميت ويش فبناء عليه اللي لسه ما تفرجش على نهاية المسلسل لازم يقفل الحلقة دي دلوقتي ولازم يبقى يرجع لها لما يشوف الحلقات اللي فايتها الحلقات او المناقشات بتاعتنا في شكل خطاب حر مسترسل كده مفيش نص معد مسبقا وبنتقابل كل يوم بيبقى فيه حلقة بالليل على البث بتاعنا على شبكة نيمو اللينك بتاعها تحت لوحدة حابب ينضمننا يتناقش معنا في اي حاجة في قرقنا اللي حنشاركها النهاردة في الاحداث بتاعت مسلسل بميت ويش عندنا فرصتين النهاردة للفوز في المسابقة بتاعتنا في سؤال حيظهر في زمن ما من الحلقة في لحظات ما من الحلقة ياريت نجاوبه في التعليقات ياريت نقول احنا سكنين في انا محافظة ياريت نفتكر نشترك في قناة في المجمد على يوتيوب وفي صفحات حلواني النص التانية على فيسبوك وعلى انستجرام النهاردة حنتكلم عن مسلسل بميت ويش الحلقات من اربعتاشر لتلاتين عدد كبير من الحلقات انا عارف بس تركزنا الاكبر حيب على نهاية المسلسل النهاردة وطبعا التقييم العام المسلسل من بطولة نيلي كريم اسر ياسين اسلام ابراهيم علا رشدي شريف محمد عبدالعظيم دنيا ماهر السيناريو لاحمد واقل وعمر الدالي والاخراج لكملة ابو ذكري احنا زي ما قلنا كده سبنا المسلسل من حبة كتير مش من حبة قليلين وفيه حاجات كتير حصلت العمليات بتاعت الفريق بتاعنا توالت وتنوعت العلاقة الرومانسية المتوقعة ما بين عمر وسكر انطلقت وتبلورت وشهدت بعض التخبطات وشهدت مرحلة من مراحل التشويق والإثارة والتقل ومعرفش مين هو كلام ده كل كل ده كان دمه خفيف يعني وفي نفس الوقت تتبعات البوليس للفريق النصابين بتاعنا خطوة بخطوة ابتدت تقرب منهم شوية لغاية لما وصلت بالفعل لهم في الآخر من خلال مصادفة وقعت نجلاء ونجلاء بدورها وقعت بقية الفريق ولكن بقية الفريق بتاعنا كان في اللحظات الأخيرة من العملية اللي بيعملوها ضد باسم واللي بتنجح بالفعل ولكن هما نفسهم بيتعرضوا للخداع عن طريق الرجل اللي كان المفروض يهرب لهم فلوسهم بالتعاون مع فتحي وبينتهي بيهم الأمر في سويسرا من غير فلوسهم فتحي هرب بالفلوس بفلوسه بنصيبه من الفلوس وهو نصيب أكبر من اللي كان متوقعه شخصيا وسامح ونجلاء بيتم القبض عليهم عاوز أشرح كمان مرة رغم أني شرحت بالفعل على السوشيال ميديا يعني ليه أنا معملتش حلقة في النص عن مسلسل بميت وش وليه بكل تأكيد ده مش مؤشر سيء لقرائي في الحلقات أنا قلت بمطالب بساطة أنا ما عنديش حاجة أقولها أو بمعنى أصح حفظ العيد وزيد في كل اللي كنت بقوله المسلسل ده مخفيف جدا المسلسل لطيف جدا قرار المشاهدة بتاع المسلسل كل يوم سهل جدا التطور الدرامي بتاعنا مقبول بشكل كبير الإرضاء الكوميدي وإن كان مش كثيف قوي أو ما بيستضرفش دايما ما بيحاولش ينكش على الكوميديا في كل فترة ممكنة في محله كل حاجة ماشي كويس بس ما فيش جديد يتقال وده شيء كويس قوي ما فيش مشكلة ومش معناه برضو في نفس الوقت أن المسلسل كان مثالي أو أنه خد كل القرارات بتاعته في النص صح في حلقات عدت علينا ما كانش بيحصل فيها أي حاجة ولكن من الظلم أن ده يعني برضو أن أنا بتاهم المسلسل بالتطويل أو المط ودي حاجة احنا متعودين عليها دايما بالذات في حلقات المنتصف اللي هي الحلقات من عشر العشرين يعني لا مسلسلنا ما مطش مسلسلنا ما طولش مسلسلنا بس عشان يعدي أيامه يعني في أيام ما كانش بيحصل فيها حاجة أو كنا برضو بنعيد ونزيد في نفس الكلمتين اللي احنا عارفينهم في نفس الديناميكاية ما بين أفراد الفريق زي ما احنا متعودين عليها وده شيء مقبول أنا ما أتذكرش أنه في مسلسل ما عملش كده يعني ما بكلمش طبعا عن المسلسلات القصيرة ما بكلم عن المسلسلات الطويلة النسبيا اللي عدت بكذا موسم أنا بكلم عن المستوى العالمي كمان أول عدد حلقاتها كان كبير شوية يا جماعة بريكينج باد بجلالة أدرو عدى في حلقات ما كانش بيحصل فيها حاجة جيموف ترونز بجلالة أدرو عدى عليه مواسم ما كانش بيحصل فيها حاجة فبناءا عليه ده بيعدي ده المهم بس إن أنا لو أنا كمشاهد استحملتك يا مسلسل وإنت بتطول شوية عشان تعدي أيامك فإنت لازم في الآخر تكافئني ومسلسل بميت وش حقيقي فجئني وكافئني بشكل كبير قوي في النهاية بتاعته لأنه كان ماشي على خط ثلجي رفيع جدا ما بين إنه ينهي نهاية مش منطقية عشان يحتفظ بالكوميديا أو نقدر نقول يعني أنا كان خوفي من إنها تبقى عبيطة شوية أو تبقى سازجة شوية أو تبقى سطحية جدا برضو عشان يحتفظ بالكوميديا أو إنه ينهي نهاية دراميا وكوميديا متوازنة بس بتكافئ مجرمين وده ما يبقاش موفق أو إن النهاية بتاعتنا تبقى درامية بحتة والمجرم ينال عقابه والخير ينتصر على الشر في النهاية والأمور دي كلها وده كانت حتى تبقى نهاية أفيلة جدا 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 بمنتهى الأمانة أنا ما تصورتش أي سيناريو خارج الحبة اللي قلتوهم دول والسيناريو الأقرب لي أنا شخصيا اللي أنا كنت أتمناها هو السيناريو الدرامي ومع لش يعني كنت حبلعه وكنت حقول مع لش برضو الأمور لازم تستقيم في الآخر في حدود المنطق وفي ما هو مقبول وما فيش حاجة في الدنيا اسمها عمل درامي مصري من المقبول إن احنا نتوقع إن النصاب في الآخر حيطلع فيه فائز والكلام ده كله الحقيقة المسلسل اختار أفضل شكل موائم ما بين كل النغمات دي بحيث إنه في الآخر خلص أحداته وأنا كمشاهد مبتسم وفي نفس الوقت ما أقدرش أقول إن المسلسل كان سازج أو عبيد أو صبحي أو آآ نصر المجرم فبناعا عليه أنا معتقدش إن كان بالإمكان أفضل مما كان على أي حال من الأحوال إن الفريق بتاعنا يخرج ما انتهناش نهاية حزينة ما هماش قاعدين باعاتهم ما هماش مرميين بالسجن ما فيش مشاهد ميلو درامية لأبطالنا وهم بيندموا على أفعالهم فيش كلام من ده خالص ولكن هم ما كسبوش حاجة هم خسروا كل حاجة في خطوات الاعداد للعملية الأخيرة هم خسروا كل فلوسهم وفي الآخر اتنصب عليهم فماخدوش أي حاجة بس لسه مع بعض ولسه بيدحكوا ولسه مبسوطين آآ نجلاء وقعت بس حتى نجلاء في الظروفها مش مقطع قلبنا سامح وقع وهو بيقع أكشل إحنا كنا بندحك آآ فتحي وفتحي ده إحنا ظلمناه إيه يا جماعة فعرفتم بقى ليه فتحي كان تاني اسم في التترات يا أستاذ ده تخطيط يا بيه مش آآ اللي كنتم بتقولوه ده عشان فيه مفاجأة في الآخر والصراحة كمان لازم أنتصر لأن المونتاج بتقديم الشخصيات ما كانش عاجبني أنا شخصيا لكل شوية كان فيه شخصية تتكلم عن نفسها وتحكي تاريخها دي ما كانتش حلوة بس في الآخر لما اكتشفنا النهاية كانت بناء لأن نعرف في الآخر إن فتحي هو اللي حيخرج كسبان وتجي له اللحظة بتاعته وهو بيقدم شخصيته الحقيقة كانت لحظة مفاجأة وكانت كويسة كانت موفقة جدا والمهم برضو مع كل الأمور دي إن فيه فرشة كويسة جدا للموسم التاني ولو أبطلنا أو لجزء تاني ولو أبطلنا في الجزء التاني حيصفروا يصوروا في أوروبا زي ما يبدو إن كل الممثلين في كل مسلسلات الدنيا بيتلككوا مسلسلات المصرية يعني بيتلككوا عشان يصفروا أوروبا فعالأقل الناس دول دفعوا التمن الناس دي تستحق يا باشا ادوهم الميزانية وصفرهم سويسرا وخلوهم يتفسحوا يعملون دا جزء تاني أنا موافق وقابل وما عنديش أي مشكلة على الإطلاق آآ في حتة الجزء التاني دي بالتحديد أتمنى بس أتمنى إن لو المسلسل دا تعرض لبعض الأثار السلبية أمن مط من تطويل في من من مبلغة في مشاهد المنتجات في من مبلغة للمشاهد بتاع تفريقنا اللي بيرقص فيها بدون هدف ديت والكلام دا كله آآ المرة جاي نخطط أحسن لأن احنا ما عندناش حجة احنا طالعين بنجاح كبير جدا طالعين بنجاح من غير حمقه ودي أحلى حاجة في الدنيا المشاهدين بتاعوا بمسلسل بميت وش كانوا بينتقدوا من غير حمقه كانوا بيشكروا من غير حمقه كانوا بيتناقشوا من غير حمقه وده رغم إن في نجوم والنجوم دول لهم جمهور وفي ناس كتير مستغلية المسلسل دا كدرعي حرب بيئة الإسفاف والبواخة والدراما المبالغ فيها والأمور دي كلها ولكن برضو من غير حمقه عشان كده بقول لكم قرار المشاهدة وقرار الكلام عن مسلسل بميت وش سهل كميل خفيف على القلب فوش مشاكل ما بيزعلش حد يا رب يجعل كل المسلسلات اللي في الدنيا كده فأنا نفسي بس الاعداد للجزء التاني وأتمنى ان هو يكون خلاص رسمي اعتقد ان مفيش مجال التراجع عنه يعني يتم آآ على مهلنا ويبتدوا يتصوروا في بدري او يبتدوا يشتغلوا في بدري حتى لو ده حيعني انه ما يجلناش رمضان اللي جاي انا قابل انا 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 رغم ان انا كمشاهد حبقى متغس جدا بس لو انت حتنط سنة وتجلنا في رمضان عشرين اتنين وعشرين ان شاء الله بجزء تاني يكون المسلسل وحشنة اكتر واكتر ومستنيين واكتر واكتر وخد وقته وبنى احداثه افضل وتصور بشكل متقن وموقعش في الفخوخ بتاعة الجري وراء ايام التصوير والكلام ده كله انا شخصيا حبقى راضي جدا وقابل جدا وده انا مجرد نموذج من المشاهدين في هذا الموضوع ولكن يعني آآ معرفش ده اقتراح يعني بحطه على الترابيزة آآ اخر حاجة عاوز اتكلم عليه في تفاصيل المسلسل هي اعتقد آآ ناس كتير موافقة على الكلام ده مش شايف ان في اختلافات كبيرة عليه بس مش حاسس ان هو اوخد الاصداء الكافية وهو التأكيد على ان افضل اداء كوميدي ونسمة الانعاش الكوميدي اه مش الانعاش احنا كنا ميتين وتم انعاشنا يعني اللي هي الانتعاش الكوميدي اللي كنا مستنيانها بقالنا كتير مش في رمضان ده بالتحديد يعني سنين الحقيقة وجات السنة دي في افضل صورة ممكنة صاحبها هو اسلام ابراهيم اسلام ابراهيم خصوصا في الحلقات اللي انا ما اتكلمتش عنها قدم كوميديا فوق الوصف يا جماعة في قدي ايه هي خفيفة على القلب وقدي ايه ما فيهاش استظراف في النصبية بتاعت العروسة في لما وقع في نص الخناء الرومانسية ما بين سكر وما بين عمر في النهاية في تفاصيل بتاعت العملية الاخرانية حتى يا جماعة وهو في اللقطات بتاعت الرأس العشوائي دي تلاقي عينك رايحة على تلقائيا حقيقي برافو 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 لو احنا انتصرنا لسباعي وانا مبسوط جدا ان البوليس وهم بيسألوا عليه في الاخر كانوا بيقولوا سبعة بعض عجبتني موت آآ كأنه الاكتشاف الكوميدي الازرف والالطف في رمضان عشرين عشرين فاعتقد من الظلم ان احنا ما ننتصرش الان اسلام ابراهيم نزل في موسم كل الممثلين الكوميديين الكبار كان عندهم رهانات في يعني مش هقول كلهم طبعا بس عدد كبير منهم كانوا عندهم مسلسلات وناس كتيرة من الاسماء الكبيرة كان عندها رهانات واعتقد ان الرجل ده لقى لنفسه مكان وده في حد ذاته انتصار كبير جدا وانا احب اقول ان من ضمن جواز الاوسكار المتنوعية اللي احنا عملينا ولا نوزعها دي مفيش اداء كوميدي في رمضان عشرين عشرين ويمكن ابعد من كده كمان افضل من اداء اسلام ابراهيم في مسلسل بميت وش نوصل بعد كده للنقطة بتاعة التقييم وتقييم للمسلسل هو تمانية ونص من عشرة ده مع الوضع في الاعتبار ان المسلسل رمضاني يعني بيعاني من كل المعوقات وكل المشاكل اللي بتيجي مع كل المسلسلات الرمضانية وبناء عليه سقف التوقعات بتاعنا ما ينفعش يكون في اقصى درجات الارتفاع لازم يكون عائل ولازم يكون معقول ولازم يكون في المقبول فعلى هذا السقف اللي مش مرتفع قوي تقييمي انا تمانية ونص من عشرة ما عنديش اي مشاكل درامية مع المسلسل ما عنديش اي مشاكل كوميديا مع المسلسل بعض لحظات التطويل بعض الاوقات اللي حسنا فيها ان المسلسل بياخد الاختيار الكسلان مش اكتر مش متأكد لو هو الاعلى تقييما ما بين مسلسلات رمضان السنة دي ولكن اتصور ان ده اللي حيحصل انا مش 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 قصدي اخلق تشويق ولا كلام زي ده احنا لسه عندنا كمان تلات حلقات على الاقل في رمضان واشياء الموسم الرابع ما اعتقدش ان في مسلسل حياتي تمانية ونص من عشر مقدما كده عشان الدنيا تبقى واضح. آآ ده تقييمي ده رأيي ما تنسوش تشاركو في المسابقه ما تنسوش تشاركو بقراءكم في نقطتين اولا انا عايز اعرف تقييمكم للمسلسل كام وعاوز اعرف رأيكم في الجزء التاني ابعاد وتبقى عاملة ازاي من حيث الجدول الزمني ومن حيث الاحداث واماكن الاحداث وطبيعتها. الف شكر لحضراتكم على المشاهدة يريد تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبوديو وبي باي.